إلى جولة في جديد ومسجدات أحوال الطقس مع زميلة أمينة سحراوي صباح الخير أهلا صباح الخير ويسام صباح الخير ومشاهدنا الكرام إذن البداية بالحديث عن عودة لاستقرار للجوء الربيعية لرحة خص اليوم الولايات الشمالية للوطن خاصة الوسطى والشرقية مع درجات حرارة في معدلها الفصلي بالنسبة للوضاية الجوية المرتقبة الآن خلال الصباحة على أموم روحة المستقر على أغلب المناطق الشمالية باستثناء بعض الضباب اللي رأي خص أغلب الولايات الشمالية للوطن شوفوا مع بعض في الصورة إذن الطقس مستقر قبل ما شوفوا حالة الطقس خلال ثلاث أيام شوفوا مع بعض مشاهدين حالة الطقس المرتقبة خلال الصباحة طقس مستقر مع طقس مائل للبرودة وضباب أو الميز أغلب السواحل الوطنية وكذلك المناطق الداخلية وحتى منطقة الواحة على جوه بزكرة ووتسوف درجات حرارة فصلية لكن جوه باردة نسجل حوالي أربع درجات فقط على منطقة طلبية وكذلك النعمة تسع درجات مرتقبة بالهضاب العليا الداخلية 12 درجة بوهران وكذلك الجزائر العاصمة 6 درجات بالجلفة يعني طقس بارد كما نلاحظه في الصورة وأجواء مغشات جزئيا خلال الصباحة على الولايات الشمالية وطقس عموما يكون الحجباب بمنطقة بشار تيندوف وكذلك على كل من أدرار تمنرست وإيريزي فقط منطقة الواحات التي تخصها بعض الضباب الخفيف مع بعض السحب العابرة هذه الوضاية الجوية المرتقبة خلال صبيحة اليوم خلال الظاهرة بإذن الله سيكون تني تقسم شميس الأجواء تبقى دايما ربيعية على أغلب المناطق الشمالية للوطن الجزائر العاصمة يرتقب تسجيل 25 درجة مئوية مع نسبة رطوبة معتدلة تصل إلى حوالي 75% عموما درجات الحرارة فصلية على أغلب الولايات الشمالية وكذلك على المناطق الجنوبية أجواء مشميسة ربيعية الحرحي كونش باب تكون كينها شميسة لاشية على كامل المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية للوطن إذا مشاهدين استقرار في حالة التقص على الولايات الشمالية وكذلك الجنوبية حالة التقص خلال ثلاث أيام المقبلة تتوقع مصالح الأرصال الجوية تبقى لجواء مستقرة ومشميسة إلى غاية يوم الخميس ليلة الخميس إلى الجمعة ويناح يتبدل الحال تكون في بعض الأمطار على الولايات الوسطى الشرقية وكذلك الشرقية للوطن يعني اترى بجوية حيكون سريع النشاط يستمر حوالي يوم واحد حيكون محمل ببعض الأمطار على الولايات الوسطى الشرقية وكذلك الشرقية للوطن إذن مشاهدين درجة الحرارة خلال أيام المقبلة تبقى في معدلها الفصلي قبل هذا يعني دائم الحل شباب على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الخميس بإذن الله هذه الوضعية الجوية المرتقبة خلال ثلاث أيام المقبلة ببعض من ولايات الوطن نمر معكم الآن إلى وضعية البحر البحر رح يكون طبلة رح يكون هادئ وجميل على كملة السواحل الوطنية نعريح تكون من ضعيفة إلى معتدلات السرعة بالنسبة للمشاهدين للرؤية تكون دائمًا متوسط على كملة السواحل الوطنية وعلو موجة ميفوتش المترة على أغلب السواحل كما نلاحظوا رح تكون من ضعيفة إلى معتدلات السرعة سرعة الرياح متفوتش 15 كيلومتر في الساعة تكون متغيرة الاتجاهات يعني بحر جميل اللي حاب يستمتع اليوم بزرقة البحر إذن هذا فيما يخص مشاهدين الوضعية الجوية المرتقبة لنهار اليوم وكذلك الأيام المقبلة إذن استقرار في حالة التقص إلى غاية يوم الخميس بإذن الله ونحكم فيه بعض الأمطار على الولايات الوسطى الشرقية وكذلك الشرقية للرؤية طبعاً نزيد نعطيكم أكثر تفاصيل في مواعيدنا اللحقة ما بقالي غير نتمنى لكم يوم وفق وسعيد وبقية الأخبار مع ويسان شكراً لك جزيلاً شكر زميلتنا أمين على كل هذه التفاصيل شكراً لكم